من بلد يسأل الديمقراطية إلى مواجهة الحرب الأهلية من البحث عن الحرية والدولة المدنية إلى البحث عن مكان آمن يقي من نار الحرب وشدتها هكذا أصبح حال السودانيين فحتى في ظل الأجواء التي تلت الإطاحة بالنظام عمر البشير كانت بذور الصراع الحالي قد زرعت بالفعل في تربة البلاد أخطاء مفصلية في تعامل واشنطن مع السودان عددتها صحيفة واشنطن بوست أبرز هذه الأخطاء تتمثل في فشل الولايات المتحدة والقوى الأجنبية الأخرى في فرض عقوبات على الجنرالين والحديث هنا عن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بحميتي ذلك حينما أطاح معا بالحكومة المدنية سنة 2021 وبدلا من ذلك حاولت الحكومات الأجنبية إقناع الجنرالين المتنافسين بالإصلاحات الديمقراطية هنا طرح السؤال كيف يمكن جعل من يحمل المال والبنادق يتخلى عن السلاح؟ خبراء أشاروا إلى وجود عقبات أمام الحكم المدني منذ البداية فحتى إذا كان المجتمع الدولي خاصة الولايات المتحدة فعلى كل شيء بشكل صحيح كان من غير الواضح ما إذا كانت الثورة ستنجح في المقابل كان واضحا أن الجيش سيحتفظ بالسلطة فحكومة حمدوك آملت في أن يتمكن السودان من تأزيز مكانته والقيام بحزمة إصلاحات بدعم دولي خاصة من الولايات المتحدة لكن هذا لم يحدث ليعود هذا البلد إلى نقطة ما قبل الإطاحة بالبشير بل وأصبح على شف حرب أهلية بلال البجدين العربية لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات ترجمة نانسي قنقر